في نفس الوقت نهاردة حزب النور عمل مؤتمر صحفي كبير انا قلت بقى هيرشح حد مثلا يعني حزب ولقوا كتلة برلمانية نيابية وكلام ده وعضاؤه معروفين يعني او حتى رئيسه السيد يونس بخيون اعلنوا النهاردة تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي مرشحا رئاسيا وقالوا ان الرئيس السيسي جدير بالترجح هو اللي خاض المرحلة الاولى وعمل بناء والكلام ده وانه صوتنا ليه في الانتخابات القادمة صوتنا ليه في الانتخابات القادمة طبعا لما لما حزب شرعي يحق ليه ان يقول ما يشاء في النص بقى عشان البيان يطلع يعني متأيف ومتزبط هما بيطالبوا بتغيير المجموعة الاقتصادية بيطالبوا بضرب الفساد بشكل اكبر يعني انتوا حتى مسكتوا في نقطة انا شايفها شغالة في البلد كويس يعني اللي هي ضرب الفساد شايفين ان الطبقات الاجتماعية الدنيا والمتوسطة في المجتمع تحملت اعباء الاصلاح الاقتصادي وان المجموعة الاقتصادية اخطأت وانها لا يمكن ان يتم تحميل هذه الطبقات بشكل مستمر نتائج او اثار الاصلاح الاقتصادي ده البيان واختتم البيان تأييده الكامل انه تطبيقا لمبدأ الشورى استطلع الحزب اراء اعضاء ولجانه فيما يخص تأييد مرشح بعيني في الانتخابات الرئاسية المقبلة وانتهى القرار بتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي ده كل ما يتعلق بمشهد الانتخابات ترجمة نانسي قنقر